أشار رئيس اللجنة الدولية لتحكيم جائزة الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم في اليونسكو الأستاذ الدكتور دانييل بورقوس أحد الخبراء البارزين في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال أشار إلى التنوع الكبير في المشاريع المتنافسة في الجائزة وكذلك التنوع الجغرافي للمتقدمين الذي شمل 300 جهة من مختلف دول العالم منذ انطلاق الجائزة عام 2006 وحتى اليوم جاء ذلك خلال استضافة جامعة البحرين للدكتور بورقوس الذي نوها بشروط الجائزة وبالنجاحات التي حققتها وذلك بدعم من القيادة الرشيدة في المملكة كما أضاف رئيس اللجنة الدولية لتحكيم الجائزة أن الجائزة باتت واحدة من المناسبات التي ينتظرها المبدعون والمجددون في توظيف التكنولوجيا في مجال التعليم على مستوى العالم